أنت عندك نجاحات كبيرة مع أمير طعيمة ومع علي فتحال مظبوط وعندك بقى حاجة حلوة قوية عندكو في البيت وعندكو أختك يعني مش هعدي الموضوع ده لا طمام ما يتعديش لأنه عندكو حاجة أنت وهي يعني نادرا ما تحصل دي حقيقة إحنا عندنا أن يومنا تكتب كلام حلو جدا جدا وكنا بنقض إن إحنا بلحoke شبة بعض احنا شبة بعض شبة بعض في الدماغ طريق التفكير في الدماغ وفي طريق التفكير بس إحنا شخصياتنا مختلفة تلما مع مواعات والتزوق يعني التزوق شبعة بعض جدا لأن برضو إحنا كنبن سمع نفس المزيكة وإحنا صغيرين وإحنا لاتنين بنحب المزيكة فإحنا زوءنا في المزيكة برضو ليه علاقة بالله إحنا تسمعنيه احنا صغيرين هي أختك الأكبر أصغر أصغر مني في خمس سنين فهي كمان بقى شافتني وانا بقى عمل مزيكة فهي كمان من أكبر الناس اللي شجعوني ومن أكبر الناس اللي كانوا مؤمنين بما هوبتي يا حاببتي وهي بتادت تكبر بقى وبتادت تكتب كلام حلو قوي ومختلف تماما بتكتب وبعدين انت تلحن ولا بتكتب لما تسمع جملة ساعات وساعات أنا عايزة بقى أشوف المشهد بتاع البيت ساعات وساعات كان إيه بتعليك جملة دي مثلا جالي أعلان للشركة معينة قلنا بقلت لها بقلك إحنا لازم نكتب أغنية عن الضحكة وده بجد عملت الأغنية في ربع ساعة وعملناها وهي عملتها في ربع ساعة أنا أخطك تن 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 على البيانو وهي عادة بتاك فإحنا قلنا لحتة فهي عادة بتاك وعدم نكتب مع بعض وهي بتكتب هي تقول أفكار ممكن أقول لها كلمة مش عالف وهي كتبتها وفعلا الأغنية دي خلتها أصلا هي تبتدي تشتغل في مجال أعلانات قالوا هي هو مين اللي كتب الأغنية دي والأغنية دي سبحان الله الشركة ما أخدتهاش وبقت أغنية دحكة اللي هي كانت أغنية الهاد بتاع ألبوم 2012 بتاعي وهي عبيست على لما هي كتبت الأغنية دي شركة الأعلانات اللي كانت طلبة مني الأغنية شغلتها فورا وبقت يومنا من أشتر الكابي رايترز اللي بيشتغل في الأعلانات في مصر وعملت أعلانات مهمة جدا وكتبت أغاني الأعلانات مهمة جدا وهي كتبت لي بقى ايه مش زي الافلام دي اقول اغنية هي كتبتها لي وانا قلت لها قصة وهي كتبتها هي كتبتها وانا لحنتها والاغنية دي كانت مختلفة تماما ومتهيق لي مش هعرف اعمل زيها ابدا لان هي كانت قصة فريدة من نوحها وغريبة جدا انت عارف ان انا دايما بقول ايه يعني حكاية مش هعرف اعمل زيها ابدا انا بستعرف ليه احنا بنحاول نعمل زيها عشان بتبقي غيرانا وانت عايزة دوقتي تعمل حاجة الحلوة دي اللي الناس قدرتها وانت هتعمل حاجة تانية حلوة ايوا بس انت عايزة برضو تعملي واحدة بنفس الفكرة ما الفكرة تقالت مرة مش قصدي الفكرة في الفكرة نفسها بتاعت قصة الفيلم والفشار انا بتكلم على السرد وعلى القصة بتاعت ان انت بتحكي قصة مؤثرة جدا من موقف ولا اي حاجة خالص هي مش سهلة خالص مش سهلة قبل فتا هتعملها ازاي اه 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة